تتساءل صحيفة العرب اللندنية مبادرة ماكرون بإعادة تشكيل أوروبا خطة مرحلية مناورة لإسكاة أوكرانيا أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى بناء مجتمع سياسي أوروبي يكون أوسع من الاتحاد الأوروبي ويشمل دولا من خارج الاتحاد أثارت هذه الدعوة سؤلات حول هذه الصيغة فهل هي مناورة لرفع الحرج عن الاتحاد خاصة في ظل تمسك أوكرانيا بعضويته لمجبهة التدخل الروسي أم هو منطقة وسطى يمكن من خلاله اختبار من تحقق فيه شروط الانتماء في فترات لاحقة قال ماكرون إن فكرة بناء مجموعة سياسية أوروبية قد تكون جزءا من خطة إصلاح منظومة الاتحاد لكن طرحها في هذا الوقت الهدف منه إيجاد مخرج لتطويق مخلفات الرفض الذي قوبل به مطلب أوكرانيا وأنها أقرب إلى المناورة منها إلى خطة قابلة للتطبيق وكان الرئيس الفرنسي قد تسأل في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ كيف ننظم أوروبا بطريقة سياسية؟ كيف يمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي؟ إنه التزام التاريخي الآن بالرد على هذه الأسئلة ترجمة نانسي قنقر